بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال والإكرام الحمد لله ذي الطول والإنعام أنعم علينا بعلماء كرام وفقهاء عظام قاعدوا لنا القواعد والأحكام وبينوا لنا الحلال والحرام والصلاة والسلام على أشرف بني الإنسان سيدنا محمد النبي الأمي الأمين القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم وبعد أبناء وبنات طلاب وطالبات الشهات الإعدادية الأزهرية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع مادة الفقه الحنفي وموضوع حلقة اليوم كتاب الأضحية كنا تكلمنا في الحلقات السابقة أبناء وبنات عن الصيد والذبائح والأحكام المتعلقة بهما واليوم بعون الله تعالى نتكلم عن موضوع متعلق بهما ألا وهو الأضحية نتعلم وسنرى في هذه الحلقة بإذن الله تعالى ما المراد بالأضحية وهل حكمها الوجوب أم الاستحباب وهل كل أضحية تجزئ وما شروط الأضحية وبعض الأحكام المتعلقة بالأضحية هيا بنا أبناء وبنات نرى سويا موضوع هذه الحلقة كتاب الأضحية السؤال الأول يقول ما المراد بالأضحية لغة وشرعا وما حكمها وما دليل وجوبها وما حكمها وما دليل وجوبها أولا نقول بأن الأضحية في اللغة عبارة عن اسم لما يذبح وقت الضحى اسم لما يذبح وقت الضحى أو اسم لما يضحى به أما عن تعريف الأضحية شرعا فنقول هي ذبح حيوان مخصوص ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة ما حكمها واجبة الأضحية عند مذهب السادة الأحناف واجبة وما دليل وجوبها قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر وشرعت أبناء وبنات الأضحية في السنة الثانية من الهجرة ما معنى هذا الكلام أبناء وبنات معنى هذا الكلام أنه الأضحية عبارة عن اسم لما يضحى به اسم لما يضحى به واسم لما يذبح عبارة عن ذبح حيوان مخصوص لكن في وقت مخصوص بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى إذن ذبح أي حيوان بدون شروط معينة فيه أو ذبح هذا الحيوان في أي وقت تشاء لا يسمى أضحية وإنما الأضحية عبارة عن شروط معينة في الحيوان المضحى به يذبح في وقت مخصوص بنية مخصوصة ألا وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذن الأضحية عبارة عن ذبح حيوان مخصوص بشروط معينة في وقت مخصوص بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى شرعة الأضحية أبناء وبناتي إحياء للسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح الفداء فداء عن سيدنا إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة أبناء وبناتي لنتعلم سويا كيفية أيثار طاعة الله سبحانه وتعالى ونتعلم كيف صبر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام وهما آثر طاعة الله سبحانه وتعالى ونفذ ما أمر به كذلك من ضمن الحكم التي شرعت لأجلها الأضحية توسعة على الفقراء والمساكين وكذلك كذب الود والمحبة بين الناس بالإهداء والتهادي بالحوم الأضاحي إذن أبناء وبناتي شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة وضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين كذلك أبناء وبناتي نرى في الإجابة عن السؤال الأول أنها تقول بأن الأضحية حكمها الوجوب الأضحية واجبة وهذا عند السادة الأحناف لكن بقية المذاهب ترى بأن الأضحية سنة مؤكدة سنة مؤكدة ما دليل السادة الأحناف على أن الأضحية واجبة قوله تعالى فصل لربك وانحر فاعتبروا أن الأمر هنا للوجوب هذا بالنسبة لتعريف الأضحية ومتى شرعت وحكمها ودليل هذا الحكم هيا نرى بقية المسائل المتعلقة بالأضحية وقد ضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرانين كما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرانين ذبحهما بيده سنرى بعد قليل بأن المضحي يستحب له أن يذبح بيده وسمى وكبر ورفع رجله على صفاحهما أي على جنبيهما السؤال المهم الآخر يقول ما شروط وجوب الأضحية؟ ما هي شروط وجوب الأضحية؟ أولا تجب الأضحية أبنائي وبناتي بشروط أهمها في من يضحي الإسلام الإقامة بمعنى لا يكون مسافر واليسار والغنى إذن الشروط الواجب توفرها في من يضحي وشروط الأضحية عبارة عن الإسلام فلا تجب الأضحية على غير المسلم لأنه غير مخاطب بأوامل هذا الشر الإقامة فلا تجب الأضحية على المسافر الشرط الثالث اليسار والغنى فلا تجب الأضحية على الفقير أو على غير القادر على شرائها يبقى إذن إسلام فإقامة فيسار وغنى هذا بالنسبة لشروط وجوب الأضحية قد متى تذبح ما وقتها ما وقت ذبح الأضحية وأي وقت أفضل لذبحها أي وقت أفضل لذبحها كلنا يعلم أبنائي وبناتي أن وقت الأضحية يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع الفجر من يوم النحر ويوم العيد عيد الأضحى بطلوع الفجر من يوم العيد الأضحى بداية وقت ذبح الأضحية إلا أنه لا يجوز الذبح في هذا اليوم الأول ويوم النحر يوم عيد الأضحى إلا بعد أن يصلي الإمام صلاة العيد لقوله تعالى فصل لربك وانحر فهنا ذكر الصلاة أولا ثم بعدها أن نحر فصل لربك وانحر وكذلك لقوله ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ثم نرجع فننحر وهي جائزة في الأيام الثلاثة الأولى اللي هي يوم النحر ويومان بعده يبقى يوم العيد واليومين البعض يومين العيد بتعيد الأضحى فيستمر وقتها في الثلاثة أيام الأول يوم النحر ويومان بعده لكن أفضل وقت لذبح الأضحى أول الأيام الثلاث اللي هو يوم النحر لأن ذبحها في أولها فيه مسارعة إلى أداء القربة ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي معنى هذا الكلام أن للأضحية شروط لا بد من توفرها إيه شروط وجوب الأضحية؟ قال الإسلام الكافر غير مخاطب بأمر الشارع فلا تجب عليه أضحية كذلك غير الإسلام الإقامة المسافر لا تجب عليه الأضحية طيب وإن ضحى لا بأس لكن في مرحلة هل واجب عليه ليس واجبا عليه يبقى الإسلام والإقامة وأخيرا أبنائي وبناتي اليسار والغنى إذن الفقير لا تجب عليه أضحية غير القادر على شراء الأضحية لا تجب عليه وهذا من سماحة الإسلام أبنائي وبناتي وقت الدبح الذبح أبنائي وبناتي يبدأ دخول وقت ذبح الأضحية من طلوع فجر يوم النحر يوم عيد الأطحى الفجر بتاع يوم عيد الأطحى ده بداية دخول وقت ذبح الأطحية لكن ويستمر يومين بعد يعني في اليوم العشرة اليوم يوم عيد الأطحى 11-12 لكن في يوم النحر لا نبدأ بالذبح أولا بمعنى نصلي الأول بعد كده نرجع من الصلاة لمباشرة عملية الذبح إيه الدليل؟ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قال فصلي لربك وانحر فقدم الصلاة على النحر اللي هو الذبح يبقى الأفضل في يوم النحر لو إحنا هندبح يوم النحر يوم العيد الأطحى نصلي الأول أول ما نبدأ يومنا هذا في الصلاة ثم نرجع فننحر هكذا قال صلى الله عليه وسلم طيب واحد ما عملش كده هذه أحكام سنراها بعد قليل يا ترى هذه الأوقات هي أفضلها الأيام الثلاثة يوم النحر ويومان بعده طيب إيه أيام يوم النحر ومن مقصود بأيام التشريق وهل يجز فيها ذلك؟ هيا نرى الإجابة عن هذا السؤال ما الفرق بين أيام النحر وأيام التشريق؟ ما الفرق بين أيام النحر وأيام التشريق؟ الفرق بينهما هو أن أيام النحر ثلاثة يوم الأطحى ويوم بعد يوم الأضحى يومان بعده وأيام التشريق ثلاثة أيضا اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لهم بعد يوم النحر بعد يوم عيد الأضحى يوم حداشر واثناشر وثلاثتاشر اسمهم أيام التشريق سموا بهذا الاسم لأنها أيام تشرق وتنشر فيها الأضاحي سؤال مهم يقول ما يجزء عن الواحد والجماعة من الأضحية ما الذي يجزء عن الواحد والجماعة من الأضحية يجزء عن الواحد في الأضحية ذبحشات وعن السبعة ذبح بقرة أو جمل يبقى الواحد يكفي ذبح شاه أما لو يشترك سبعة فلابد من أن تكون إما بقرة أو جمل ده بالنسبة ما يجزء عن الواحد والجماعة وتجزء الأضحية عن نفس المضحي وعن من يعول كأولاده الصغار السؤال يقول ما الذي لا يجزء من الأضحية نقول بأن الذي لا يجزء من الأضحية يعني الصفات اللي واجب توفرها في الأضحية أولا لا يجزء ودخدش السواب لو كانت أتبعتك عمياء العمياء العوراء البين عورها المهزولة وهي التي بها ضعف شديد ومقطوعة الأذن أو أكثرها كذلك مقطوعة الذنب الذنب هو الزيل أو أكثره في دليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا يجزن في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكثيرة التي لا تنقي ما عدا هذه العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي معنى هذا الكلام أنه كما أن هناك شروط لوجوب الأضحية من الغنى واليساري والإسلامي والإقامة هناك أحس آخر نوده أن ننوه عليه إذا كان واحد بس يكفيه أن يضحي بشاه يكفيه أن يضحي بشاه يزيد ما فيش مشكلة طيب افرضنا سبع أو تمانية سبع أصدي أو أقل أو ما إلى ذلك مش واحد بس يعني سبع عايزين يشتركوا في أضحية طيب هل السبعة كلهم وجميعهم يضحوا بشاة واحدة نقول لا يجوز وإنما السبعة إذا أرادوا أن يضحوا يشتركوا في ذبح بقرة أو جمل بقرة أو جمل وكل واحد منهم يكون له السبع طيب ما الذي لا يجزء من الأضحية في شروط لابد من توفرها إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلا تجوزوا التضحية بشات عمياء بين شاه عمياء أو عوراء بين عورها أو عرجاء أنت جبت الأضحية ليت عورة خلاص نقل كده العورة أو التعبانة دي نعملها أضحية هذا العام لا يجوز طيب شوف للعام يدي نعملها أضحية واسمنا ضحينا كده هذا العام لا يجوز شوف العرج دي كده نتبح أضحية لا إن الله هذه عبارة عن قرب لله إلى الله سبحانه وتعالى والله طيب لا يقبل إلا طيبا إذن لا يجزء في الأضحية العمياء العرجاء البين عرجها يعني عرج خفيف مش مشكلة العوراء البين عورها المهزولة هزيلة كده وضعيف مقطوعة الذنب الذيل أو أكثره هذا عيب فيها مقطوعة الأذن أو أكثرها هذا عيب هذه الصفات إذا توفرت في الأضحية لا يجوز الأضحية بها قال صلى الله عليه وسلم أربع لا يجوزنا في الأضاحي أولا العوراء البين عورها المريضة مريضة كذلك العرجاء وأخيرا الكثيرة التي لا تنقي إذن الله طيب لا يقبل إلى طيبة فإذا ما أردت التقرب إلى الله بذبع أضحية لا بد من توافر شروط معينة فيها وأن لا تكون هذه العيوب بها معد هذه العيوب التي ذكرناها سويا الآن يجوز الأضحية بأي شيء كان ما دام خاليا من هذه العيوب طيب شاء مكسور قرنها الشاء الخصي منها الجرباء يجوز يبقى أنت استثنش العيوب اللي احنا قلناها من العرجاء والعمياء والعوراء والهزيلة أو المريضة وما عدا هذه العيوب فيجوز أو تجوز الأضحية بها فيجوز التضحية بالتي بشاة لا قرن لها بشاة لا قرن لها وبمكسورة القرن وبالخصي أي منزوع الخصيتين والجرباء السمينة هذه عيوب لكن لم ترقى إلى أن تجعلنا نقول بعدم الجواز بها يجوز التضحي إذن بها مسألة مهمة ونسأل ونسأل عنها كثيرا فنقول ما الحكم إن اشترها سليمة ثم أصابها عيب مانع من التضحية التضحي بها نقول إن اشترى إنسان شاة سليمة ثم أصابها عيب نقول إن كان غنيا غيرها وإن كان فقيرا تجزئه ولا إثم عليه يبقى هنا الشرع راعة مصلحة الفقير راعة مصلحة الفقير طيب يبقى لو كان غنيا يغيرها عنده المقدرة والقدرة على ذلك لكن كان فقير ده هو ما سد اشتراها نقول تجزئك هذه الأضحية التي أصابها العيب بعد أن كنت اشتريتها سليمة ما حكم الأكل من الأضحية ما حكم الأكل من الأضحية يجوز للمضحي أن يأكل من لحم الأضحية وأن يطعم الأغنياء والفقراء ويدخر يعني يأكل من الأضحية بتاعته ويفرأ للمساكين ويود ويطعم بها الأغنياء كذلك ويدخر ما يريد ادخاره لما روي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحم الأضاحي فكلوا وادخروا وتزودوا كلوا وادخروا وتزودوا يبقى إذن يجوز الأكل من لحم الأضاحي ولا يعطي أجر الجزار منه للنهي عنه ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي أنت مولانا اشترطت شروط معينة في الأضحية أن تكون سليمة من العمى وما تكون عرجاء والعمياء وما إلى ذلك طب أنا اشترت شاه لأضحي بها سليمة كما قلت بالمواصلات التي ذكرتها وبعد الأبناء الصغار يلعبون أصابوا هذه الشاه بأنفقة عينها الاثنين أو أصابها العمى هي تلقائيا أو كسروا أحد رجل هذه الشاه فأصابها عين إذن اشتريتها سليمة للنضحية ثم أصابها عين نقولوا والله إن كان صاحب الأضحية هنا غنيا يغيره 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 عنده المقدرة أما إن كان ثقيرا تجزئه ولا ضير ولا إثم عليه طب الأكل من الأضحية يجوز إن أنا بعد ذبح الأضحية أكل منها وأكل منها الأغنياء وأكل منها الفقراء ووزع منها وأداخر بعضا منها عندي قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن اللحم الأضاحي يعني عن أكلها وزعوها بس ألا فاكلوا واداخروا وتزودوا المسألة المهمة اللي كتير مننا بيقع فيها عند الأضحية إنك إن تدي الجزار الجلد بتاع الأضحية كنظير أجر لما أنه قام بالذبح لا يجوز أن تعطي الجزارة أجرا من الأضحية تدي لحمة مثلا أو تدي له مثلا جلد الأضحية كنظير لعمله ما ينفعش لا يجوز رؤيا عن علي بنبي طالب كرم الله وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقومني أو على بعض الأضحيته وقال لا أو أمرني أن أتصدق بلحمها وجلودها أن أتصدق بلحمها وجلدها جلود بتاعته ولا أعطي الجزارة منها شيئا وقال نؤتيه من عندنا لا يعني الأضحية دي رضي الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نعطي الجزار الذابح هنا شيئا منها سنعطيه من عندنا أجرة مختلفة عن هذا يبن فعش ند الجزار أجرته بعض من اللحوم أو الجلود وما إلى ذلك سيدنا علي قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بلحمها وجلودها وأن لا أعطي الجزارة منها شيئا وقال يعني سنعن النبي نعطيه من عندنا صلى الله عليه وآله وسلم طب إيه اللي يستحب في الأضحية هيا أبنائي وبناتي نرى ما الذي يستحب في الأضحية ما الذي يستحب في الأضحية يستحب في الأضحية ما يأتي ألا ينقص حق الفقير منها عن الثلث ألا ينقص حق الفقير منها عن الثلث يعني نسمى الثلاث أتلات تلت ليك تأكل إنت وأهلك وتتدخر تشير بنها شوية تلت للفقراء وتلت للقارب والأهل والأصدقاء أن يتصدق بجلدها لأنها جزء منها إلا إذا انتفع به كأن اتخذه فرشا في البيت يبقى المضاحي لا ينقص حق الفقير منها يستحب لي أن يتصدق بجلدها لأن الجلد جزء منها إلا إذا أراد أن ينتفع به يتخذ فرش في البيت وما شابه ذلك وأن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح لأن ذلك عبادة وفعلها بنفسه أفضل الذبح عبادة فيستحب أن تفع ذلك بنفسك لما رؤي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ورفع رجله على صفاحهما أي على جنبيهما طب يا مولانا هو يستحب أن يدبح بنفسه طب كان لا يحسن الذبح ما يعرفش يدبح استعان بغيره وشهدها بنفسه يقف على أضحية في دليل؟ نعم لما رؤي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب طيب آخر مسألة أبنائي وبناتي تقول ما الحكم إذا أخطأ رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر كانوا جايبين هما الاثنين كل واحد أضحية هذه بتاعت محمد وهذه بتاعت أحمد فأحمد ذبح تاعت محمد ومحمد ذبح تاعت أحمد لو أخطأ رجلاني فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ الذبح عنهما يعني نقول بأن ذبح كل منهما أمر جائز ولا ضير ولا إعادة عليهما إذن أبنائي وبناتي علمنا أن الأضحية اسم لما يذبح وقت الضحى الأضحية ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنت التقرب إلى الله الأضحية عند السادة الأحناف واجبة الأضحية أبنائي وبناتي يستحب فيها أن لا تنقص عن الثلث أن يوزع منها ويأكل ويدخر ويطعم الأغنياء والفقراء وما إلى ذلك كذلك الأضحية هي قرب إلى الله فلا يجوز تجوز الأضحية بالشاة العمياء ولا العوراء ولا العرجاء البين عوروها وعرجها ولا المهزولة ولا المريضة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أبنائي وبناتي في نهاية الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحبكم ويعزكم وبهذه الحلقة ينفعكم والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا أستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته